حكايتك كبيرة وطويلة وعريضة وفيها تفاصيل كتيرة خصوصاً إنه حضرتك أصلاً طبيب أطفال نعم وإنك تفوقت في دراستك على مستوى العلم يعني بشكل واضح جداً وهل ده تزامن مع حفظك للقرآن لأنه حضرتك حفظت القرآن في سن التاسعة مش كده؟ لا سن أصغر من التاسعة كنت بدأ وأنا في الكتاب آه من سن ثلاث سنين أن روحت الكتاب يعني درجة أنني تعلمت القراءة والكتابة دخلت المدرسة وأنا أقرأ وأكتب من الكتاب ودأت أحفظ بالتلقين يعني الشيخ يقرأ وأنا أسمع وأردد وراه يمكن حفظت كم جزء بالتلقين من غير ما أعرف أكتب أقرأ ولا أكتب أيو وبعد كده بقيت أقرأ أكتب في اللوح اللي هو اللوح خشب أيو أكتب من قوله تعالى لصفحة وبعدين أصح أقرأها عليه ومعايا قطنة كده أمسح لو ضم كده فتحة أعملها فتحة يعني أصلا وبعدين أقرأ تاني وبعدين يقول لي أحفظ في اللوح ما تحفظ في المصحف إن القرآن نزل من اللوح كان يقول مقولة كده إن القرآن نزل من اللوح فلا يحفظه إلا في اللوح أيو لو حفظت من المصحف يقول لك الحفظ بتاعك ده محفظ من المصحف يعرف إزاي بيبقى ركيك في الحفظ إنما من اللوح أنا كاتب أيو الكتابة بتثبت الظاهر يعني إنه كنا بنكتب بالريشة دوايا عند الشيخ على الشباك نغمس من الدوايا ونكتب بالريشة في الكتابة دي بتثبت أيو الحفظ وبعدين أحفظه وبعدين كنت أحفظ نفسي اليوم وهسمع بكرة لو حفظت بكرة ورحت للشيخ ما يعرف ليه مش هقرأ صح لإن لما أحفظه النهاردة يوم ما أخرج من عند الكتاب وأحفظه تاني يوم لما رجعه يثبت أيو غير لما تحفظه قبل التلاوة على طول قبل ما روح على طول ما ينفحش ما ينفحش كلام حضرتك بيخليني دايما أرجع أنا على فكرة دماغي بتروح في الحتة دي كتير قوي أهمية الكتاب وإنه أثر فيه شخصيات عظيمة جدا في تاريخ مصر تقييمك إيه لحتة الكتاب دي لا الكتاب كان موجود زمان أيو شفته كتتيب مش كتاب بس يعني أنا رحت كم كتاب رحت الكتاب الشيخ نافع عندنا في بلدي بسن ثلاث سنين وبعدين انتقلت إلى مسجد بيحفظوا فيه وبعدين رحت كتاب تاني كان صاحب الكتاب التاني ده يتمنى إن أنا روح عنده يعني يتخطف حضرتك يعني يعني عايزني عشان خطر علف إن فيه حاجة فروحت كتاب أرقى يعني وبعدين كتاب تالت ورابع رحت آخر كتاب كان على إيد شيخة الشيخة المساعدة في الإسكندرية أيوة وجسها الشيخ فريد نعمان وكانوا الاتنين كوففة والشيخة معلمة الجسها اللي هو الشيخ فريد يعني مثلا السند إلى رسول الله سند تلاوة يعني وصل إزاي وصل لها عن 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 لغاية من 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 لغاية أبي بن كعبي لغاية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لغاية جبريل فهي 28 يعني في 28 واحد لغاية ما توصل لفوق لسيدنا النبي بوسها 29 اللي هي علمته وأنا 29 زي يا سلام كنت أقول لنا زي أنا زي هو وبيعلمني قلت له بس أنا 29 لأ بس يعني كلام حضرتك بيقول إنه حضرتك ضلالت تذهب للكتاب حتى بعد ما دخلت المدرسة بعد وأنا في الكلية وأنت في الكلية وأنا في كلية طيب بس فضل يعني هل دلوقتي هو مش موجود خالص التأثير يعني لو حضرتك ما كنت شفت الكتاب أصلا في زمنك كان تعليمك هيتغير إعدادك هيتغير طبعا طبعا التعليم الطبي ولا تعليم لا طبعا الطبي لا التلاوة والقرآن التلاوة آه هتتغير يعني في الشك لأن دلوقتي الناس عاوزة تحفظ بيقول لا أحفظ عليك مثلا أنا ما عنديش وقت يعني أحفظ واحد ولا اتنين ولا تلاتة ما فيش لأن أنا كل شوية بسافر أنا هعلمه يوم وعدين أسيبه عشر طيام فبقول له افتح المصحف في دلوقتي هو أسائل افتح المصحف المعلم مثلا ولا المصحف المرتل يبقى قدامك مصحف مسموع قدامك مصحف كتابة وإنت بتسمع وتردد وراه وكلما تردد آية ردتها صح واحفظها وبعدين اللي هو مورو ما عندوش وقت يعني يقدر يحفظ في أوقات فراغه اللي هو بتاعته المتاحة لي بس المتاحة بس فبدله الطريق كده لكن ما فيش معلم أن يعود له دلوقتي ما فيش حد فاضي إنما دماء كان الشيخ قاعد فاضي ومعه العصاياه قاعد بربط كم مرة دكتور الشيخ ما كانش بيضربني كتير لكن كان بيمد كان عنده فلكة عبارة عن شومة ومخرومة مخرومة من ناحيتين وفيها حبل مجوز اتنين كده وبس لفتها كده على الرجل يشول الرجلين فوقه اللي فوقها اللفة نفسها علقة لأنها بتعصر الرجلين وبعدين خلاص يبقى الرجلين مضمومة ما يقدرش يتحرك وناس مسكينه من هنا واحد من هنا تلاتة واحد من هنا واحد من هنا واحد بس كرجلين وهو يضرب على كيف كان اسمه إيه فاكره حضرتك الشيخ أحمد الشو الشيخ أحمد الشو الشو آه فكان وكان كفيف برضه آه بس أنا كنت أسمع عليه لو غلطت ألاقي هو ماسك معاه زخمة اللي هي الجلد أو خرزانة ألاقي يغفلني يعني يعمل أنه هيضرب فينا وقلقة نزلتين آه آه فلو غلطت غلطت آيوة لا على ظهري على طول بس حضرتك كان عندك كمان مفهوم آه في البدايات قوي يعني أنه كل المقرئين لازم يبقوا كفيفين آيوة أصل كان عندنا في البلد اللي بيقروا كان كان كفيف واحد كفيف آه في اسكندرية كانت كفيفة كفيفة راجحت للكفيف تاني آه آه فيه فرق لا السؤال السؤال مش في مكانه لأنه يعني حضرتك أكبر دليل على أن مفيش فرق لا بس حسيت أنه فيه فرق لا مفيش فرق كانت وعية ويعني أستاذة كبيرة أول أول في القراءات العشر والأربع والشواز وحاجة الأول أنا قريت على جسه أول ما روحت آه فبعدين هو مش عارف مشغول في إيه وأنا قاعدة أراه آه فقال السؤال أنا أخطاقت آه فلاقيت اللي بينادي من جواه أنا كنتش لسه شفته آه بيننادي من وراء البابل البابل أوضحنا قاعدين في الصالة كده آه فبتقول له يا فريق يا شيخ فريق يا شيخ آه انت شاذبه هبل آه قال بعدين أنا مبوص كده لقيت واحدة قاعدة بتتهز معانا كده آه لما يكون غايب أنا أقرأ عليها آه لكن وبعدين قاعدت عليها هي على طول آه آه هي أشتر كانت؟ لا الاتنين كانوا زي بعض يعني في العلم يعني لكن هي اللي معلمات آه 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 برضو تعدد الناس اللي شفتوهم حضرتك في حياتك كتير أنا تعلمت على كتير آه وبيت مصر قريت على ناس تانية آه الشيخ رزق حبة كان شيخ المقارئ المصرية آه قريت عليه آه يعني قرآن كله الخاتمة نسمى الخاتمة آه بالقراءات وقريت على الشيخ محمود براني آه برضو كان حد كبير قوي آه قريت على الشيخ عبدالحكيمة عبداللطيف كان شيخ المقارئ آه تجديد معلومات يعني آه محتاجين قوي حضرتك وانت معانا كده تملأ الجو بعطر القراءة وبصوتك الجميل ايه رأيك نسمعك الأول قبل ما نكمل كلامنا ماشي ان شاء الله يا رب يعني حاجة بسيطة اللي حضرتك تؤمر بيه احنا معك